طبعا يحتل العلم أهمية عالية ولا إيقاف المجتمعات عامة وبالطبع فإن ما تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة بعد استشهاد قافلة من الشباب الأبطال ولما لرفع العلم من أهمية في بث الروح المعنوية العالية فإن وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما تفاعلت مع دعوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نأب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله ورعا لرفع علم الدولة على المباني الحكومية والعامة والمؤسسات والمزارع ضيفنا في هذه الفقرة هاشتاغ المدون حمود يهلا ومرحبا بنور معنا وطبعا الهاشتاغ هو هاشتاغ ارفع اندرسكور علم اندرسكور الإمارات اندرسكور عاليا يا مرحبا فيت مرحبا باجي يهلا ومرحبا وأشكركم على استضافة في البداية اسمحوا لي أن تقدم بن عزي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب بناء برئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوب طيب الله ثراه نص الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وبالنسبة للموضوع اللي تكلمت فيه موضوع الهاشتاغ يعني بالضبط أول شيء الاسم بروحه يعطيك معنوية يعطيك إيجابية يعطيك دافع جدا رائع طبعا بس نبع نعرف شو مناسبة اطلاق الهاشتاغ طبعا هو مناسبة اطلاق الهاشتاغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأبناء الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لأن يرفع علم الإمارات على المباني على المؤسسات الحكومية والخاصة كدعم لقواتنا المسلحة ولأبطالنا المشاركين كذلك في اليمن وكذلك من أجل الشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم والحمد لله رب العالمين لاقت هذه المبادرة تفاعل كبير على مستوى عالمي وليس فقط محلي لأننا حدثنا مكان مجرد لنا كان يعني للعالم أجمعين نعم فهي المبادرة هذه لما أطلقت نحن أنفسنا تفاجأنا بمدى التفاعل من قبل المواطن الإماراتي والعربي وكذلك اللي هم عايشين في أوروبا وفي أمريكا الجميع تفاعل جميع حتى الطلب الإماراتيين خارج اللي هم خارج الإمارات في أمريكا وفي أوروبا قاموا برفع الأعلام على منازلهم ومساكنهم هناك في الدول اللي يعيشوا فيها ويدرسوا فيها حاليا هذه مبادرة صغيرة سبحان الله تبين محبة الشخص فعلا وانتماءة للدولة في كل مكان وفي كل المحاكل لو تفكرنا قليلا في هذه المبادرة ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاها الله طبعا لو وجدنا تلخيص لمقولة قاجتنا هم قدوتنا صحيح فدائما قادتنا حفظهم الله آمين إذا دعوا إلى مبادرة الجميع يتفاعل الكبير قبل الصغير قبل التفاعل هناك تلبية نعم هناك تلبية الجميع مستعد حتى المقيم على هذه الأرض الطيبة يعني الحيل للإنسان المقيم تفاعله في أي مبادرة وطنية هذا الدليل على حبه لهذه الأرض الطيبة وحب الإمارات وهذا من سياسة دولة الإمارات جعلت المواطن والمقيم لكل نفس الانتماث محمد بن راقم تعاملهم على سواء والكل يحس أنه في وطنة صحيح لا يعني ما تجد هناك فرق أو أن الإنسان في الإمارات أحيانا يجد أنه راحت فيها أكثر من بلد الأم من البلد الأخرى طبعا صحيح وهذه في إجمالية وفيها دراسة فالحمد لله رب العالمين هذه ترى نعمة من نعم رب العالمين هذه النعمة كثير من البلدان افتقدوها لما تجد المقيم يتفاعل مع الفعاليات الوطنية مثل المواطن وأحيانا أكثر أكثر فهذا مبعثة للفخر الحمد لله مبعثة للفخر ونحن جميعا الحمد لله في الإمارات نشكر نشكر قالتنا على هذا النموذج الذي زرعوه في المواطن وكذلك في المقيم نعم روح نعم روح والحمد لله الحادثة هذه اللي صارت في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى على كل أمر شكرا لله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء آمين هذا الشهداء اللي صار هذا درس قال لنا درس درس في اللحمة الوطنية الحمد لله درس في اللحمة الوطنية طبعا تجد الإمارات من أقصاها إلى أدناها بيت واحد الجميع يشارك الأسر أسر الشهداء كأنه كل واحد فقد من بيته شخص والحمد لله رب العالمين بيّنت الوحو المحبة بيّنت حالة اجتماعية والحمد لله نحن كل يوم نكون أقوى مما سبق صحيح حمود العبري حمود العبري نحن أثرنا نحن نتقل على الهاشتاغ اللي أنتو أطلقتوه نعم ونخبه شوية نشوف بعض ما كتب فيه وبعض ما علق عليه في الهاشتاغ طبعا اللي هو ارفع علم الإمارات عاليا تضامن مع قواتنا المسلحة وترسيخ لولائنا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا من التير اي في ارفع علم الإمارات عاليا يوم العلم أيضا بتوجيهات سعود بن صقر أشغال رأس القيمة مثل ما نشوف على الخط السريع أيضا هناك رفع للعلم على مساحات واسعة إذا أيضا نرى صورة لدولة الإمارات بأيدي متحدة وتعود بيت متوحد وأيضا هناك من علق من إذعى الشرقة أنا مواطن والوطن صوت فرد طبعا أيضا من الأقوال اللي بناخذها عندنا من مصدر الشيخ محمد بن راشد نسأل الله أن يتقبل شهدائنا وينصر قواتنا ويحفظ بلدنا ويديم الخير والاستقرار على منطقتنا أيضا من أقوال سموه تمر الإمارات بأيام تاريخية جدت فيها الشعب الولاء ورسخت فيها عفوا قواتنا تاريخ من الفداء العديد من الصور والعديد من التعليقات وأيضا من الأشياء الجميلة لصور سيد صاحب سموه الشيخ محمد من زايد يرفع العلم والله يحفظ بالهذه رب يحفظه إن شاء الله اللهم احفظ لنا وطننا وجعله أمن مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين هذا بعض ما تدولته يعني الإخوان في مشاركات متفاعلهم معكم ولكن العدد كبير وصورة جميلة أيضا صورة قديمة جدا الشيخ خليفة يأمر برفع العلم على سرية قصر المنهل والذي يرفع البلاد لأول مرة وكانت لحظة تاريخية طبعا من اللحظات الجميلة جدا طبعا رجعت إلى التفاعل التفاعل بلغت عدد المشاهدات على مستوى العالم لهذا الوسم تقريبا تسعين مليون مشاهدين فهذه المشاهدات الناس لما تجبر العالم أنه ينظر إلى الإنجازات الإماراتية أين احترام وتقدير نعم لأن الإنجازات هذه الوطنية معادها الأول تعود للمواطن نعم وسمعة الدولة وسمعة الدولة دائما عالية مع حديث وإثبات نعم تحقيق وإثبات كل الناس ستجدون أنه مرفوع وليس كلاما في فعل في الموضوع علمنا مرفوع الحمد لله وطول عمر بيتم مرفوع علمنا ما ينزل ولا يطيح لأ علمنا دائما مرفوع وصدر المرفوع والعلم كذلك سيرفع في اليمن إن شاء الله مع تحقيق النصر لقواتنا المسلحة لأن هذا هذه قضية أمة وجنودنا كانوا على قدر المسؤولية جنودنا ضحوا من أجل الأمة والدين نعم وكان هناك أسود أسود موجودين في الميدان نعم مستعدين بذول الغالي والنفيس الحمد لله لأن هذه مستقبل الأمة نعم ونشكر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رزقنا كذلك بقيادة ورجال موجودين في هذا البلد يعون حجم المسؤولية وقيمة المؤامرة التي تحاك على الوطن العربي والحمد لله رب العالمين إنجازات موجودة على أرض الميدان والرجال يثبت وجودهم إن شاء الله موجودين أنا حديث مدى ما تكلمنا منها ما نخلص لكن نحن نحسى في الفقرات التي فيها حديث شيخ نتهي بسرعة نحن نشكرك على تواجدك طبعا حمد العبري يعني كلمات جميلة وكانت اختصرة هو في الصميم كما يقولون من مصر على هاشتاك هاشتاك دمنا اندرسكور غالي وجائزة تكون ألف درهم مقدمة من قناة الضفرة. إن شاء الله يتواصلون معك عن طريق الهاتف ويخبروك كيف تتفوزن فيها. خلتما معكم فاصل ونواصل معكم. واتبقى من مساء الإمارات لا تروح مني بعيد.